اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نايب القائد الاعلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الدور الهام والمسئولية الوطنية لرجال الدين وخطباء البحرين في خدمة المبادئ السمحة التي جاء بها ديننا الاسلامي الحنيف وتعزيز قيم الاخوة والتسامح وترسيخ وغرس الانتماء الوطني الخالص وتوريثه لمختلف الاجيال بما يعزز وحدة الوطنية المجتمع وبث الوئام والمحبة بين كافة مكوناته جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الاعلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء اليوم لمجلس عزاء الراحل سماحة السيد جواد الوداعي بمأتمي سار الكبير حيث نقل سموه خلالها تعازي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصادق مواساته لأسرة الوداعي داعيا سموه الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان